يساعد لي كل اوقاتكم احبه اليون جبت لكم 6 افكار بتمنى ان اتنال اعجبكم بداية انا عندي هوني قلم الكحلي متل ما شايفين خطه كتير رفيح فاليوم راح نخليه يصير متل خط الايلينر وواضح كتير دورنا القديحة صار يعطينا متل خط الايلينر فينا نحنا نعرضه فينا نخففه متل ما نحنا منحب عنا هايدي اول فكرة تاني فكرة هي عبارة عن قلم الحمراء طبعا متل ما بتعرفو نحنا بس ننزل على النهر اول بحث نحط بودرة فبتروح فاليوم جبت لكم هايدي الطريقة كتير حلوة انو منحط الروج على خضودنا فما بيروحوا ابدا وحتى فينا نفتح كمان الجلد باللون الحمراء بهيدا الشكلة اللي انا حطت على ايدي ورح نفرقون لو نزلنا على البحر بمستحيل يروح متل ما شايفين هلا الفكرة لبعدها فكرة الثالثة الفكرة الثالث هي لو بطل عندك كلوركس او بطل عندك كلور وصار في ريحة زنخة وقعد بيضة على الارض فشو منا نعمل اذا بحال بطل فيه او بحتى اذا كنا منا نجلي وما لقينا في كلوركس الخل الابيض هو الفعال حط شوي خل الابيض واكيد رح تعجبك الفكرة انا بعملها واكيد رح تدعو لي جربوها هلا الفكرة الرابعة هي عبارة عن دبابيس اذا انت عندك كتير دبابيس وولادك بيلعبوا فين وبيضا يعولك يوهن عنا هادي الربابيضة رح نعلقهم بهيدا الشكل وفينا نحطهم بمكان عالي من دون ما يستعوهن لولاد بصراحة ان هالفكرة باعتمدها وفكرة كتير حلوة الفكرة اللي بعدها اذا انت عندك خشب بقلب البات وبعلي عليهم غبرة وبنفس الوقت الخشب بدك تخلي يصير هيك في لمعة حلوة بطريقة واحدة هي عبارة عن الفيزلين منحط شوية فيزلين على الخشب ومنفرقهم بهيدا الطريقة هلا حطينا شوية فيزلين هيدا الشكل جبنا اي شقفة عنا ورح نفرق فيها ومن ضلنا نفرق نفرق دا حطي يعطينا هيدا اللمعة الحلوة وصدقوني الغبرة ما بقى تلزق عليهم هيدا النتيجة النهائية بعد ما انا فارقتهم كتير منيح فعلا فكرة كتير حلوة جربوها وكتبوه لتحت بالكومنتات شو رأيكم بهالتجربة هلا والفكرة الاخيرة هي عبارة عن أنينة الببسة بس نحنا ما بدنا أنينة الببسة نحنا بس بحاجة للغطاء الأنينة طبعا نحنا كلنا منعانة بس نفوت نحنا على التواليات مثلا الصابونة ديما توقع بالحود بقلب المغسلة فشو رح نعمل رح نجيب الطب ونحطها بهيدا الشكل وابدا ما بقى رح ترجع توقع بتمنى اني ترجمة نانسي قنقر